استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير خارجية تركيا هاكان فيدان والوفد المرافقة له بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي وسفير تركيا بالقاهرة ركز اللقاء على مستجدات الوضع الإقليمي ونظر التصعيد الخطير في المنطقة حيث أكد الرئيس السيسي أن الشرق الأوسط يمر بمنعاطف شديد الدقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة كما شدد الرئيس السيسي على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة موضحا أن تطورات الإقليمية لا يجب أن تضغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية للقطاع وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ثوافق الآراء بشأن خطورة المشهد الإقليمي وإدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين